اهلا وسهلا بكم في حوهار فرانس فانتكات ضيفنا هو وزير الدفاع العراقي نازح حسن علي الشمري اهلا وسهلا بك على قناة فرانس فانتكات اهلا وسهلا بك ستاة توفيق يفترض مكانك في واشنطن مع قوات التحالف التي تتناقش وليس في باريس ما الهدف بالزيارة لباريس؟ في واشنطن الآن وزير الخارجي العراقي ونحن في باريس معنا المسألة العسكرية يفترض ان يكون وزير الدفاع لا؟ في الطرفين مسألة العسكرية حقيقة في واشنطن وزير الخارجي الأمور الخارجية واللي دراست موضوع داعش واللي تزايد نشاط داعش في الايام الاخيرة اما نحن في باريس لفرنسا دور مهم بحفظ الامن في العراق قاتلوا معنا الجيش الفرنسي ودعمونا القوات الفرنسية باشتراكهم في حلف الناتو وهم كعضو مؤثر وعضو قوي جدا في التحالف الدولي في العراق منذ عام 2003 واللي حد الآن يقاتلون معنا ضد تنظيم القاعدة فترة وضد تنظيم داعش الآن ولكن موضوع داعش لم ينتهي والتغييرات الأمنية الأخيرة في سوريا أثرت سلبا بالموضوع الأمني فيما يخص داعش انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ودخول القوات التركية إلى شمال سوريا أدى إلى فتح أحد السجون الخاصة بداعش وهرب منها تقريبا ما يقارب أكثر من 800 شخص قسم منهم لقى والقبض عليهم القوات التركية وقسم السورية وقسم هرب داخل سوريا وقسم هرب باتجاه العراق ودخل أراضي العراقية وجدتهم نعم القبض على قسم وقتلنا قسم آخر ولا زال الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية يوميا تقوم بعمليات تعرضية ضد داعش في غرب العراق يوميا مع أن القوات الأمريكية دخلت لأراضي العراقية خلال هذه العملية وكان يفترض أن تنسحبها بسرعة ولكنها مكثت لا عفوا القوات الأمريكية دخلت من سوريا باتجاه مطار أربيل وهي بانسحاب كامل من مطار أربيل باتجاه القواعد المخصصة لهم أما قواتنا العراقية قاتلها حاليا في غرب الأنبار وبدعم من قوات التحالف أتينا نحن إلى فرنسا لتوسيع عملية الدفاع المشترك حقيقة شراء أسلحة أيضا ما عدنا شراء أسلحة حاليا بقدر ما وقعنا معاهم اتفاقية رسالة رسالة حسن نواية نعم رسالة حسن نواية وكان لدينا اتفاق معاهم مع شركة تالس للرادارات وهذا الاتفاق صار لسنتين يعني العقد مبرم منذ سنتين يعني اتفاق سبق وصولك أنت نعم تسلق وصولي بسنتين الآن فعلنا هذا الاتفاق لشراء الرادارات من شركة تالس حقيقة وشركة تالس يعني جاهزة لتجهيزنا بهذه الرادارات وكذلك بحثنا معاهم قضية التدريب فنحن بحاجة تامة إلى وجود القوات الفرنسية ودعمنا في التدريب طيب الموضة الآن في واشنطن هو ما قاله بومبيو بضرورة أن تستعيد الدول كل الذين ساهموا في معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية موقف العراق في هذا المجال أنتم معا تسليم الجهاديين إلى الدول المعنية؟ موقف العراق حقيقة بالنسبة أن العراقيين الذين كانوا ضمن تنظيم داعش استلمنا قسم منهم والقسم الأكبر استلمنا بقى قسم قليل في السجون الموجودة في سوريا ونحن في طور استلامهم أما موضوع تسليمهم إلى دولهم فأعتقد يخضع إلى القانون الدولي ونحن دائما مع القانون الدولي طيب نعود إلى الشان العراقي من يطلق النار على المتظاهرين حاليا في العراق؟ في الحقيقة استاذ توفيق هناك لبس كبير نتكلم معك بشفافية عالية نتحدث عن أكثر من 300 قتيل طبعا كل الحكومة العراقية وأنا من ضمنهم كوزير دفاع والجيش العراقي نحن مع المتظاهرين السلميين الدستور العراقي ضمن حق التظاهر السلمي المتظاهرين السلميين جميعا لديهم مطالب ومطالبهم مشروعة تماما فنحن مع المتظاهرين السلميين قيادة العمليات تتبع وزارة الدفاع في بغداد تتبع إلى قيادة العمليات المشتركة من يعطي تعليمات لإطلاق النار؟ ما في تعليمات لإطلاق النار من قوة عراقية هناك أطراف أخرى أيضا أطراف ثالثة هي التي تطلق النار تحاول أن تجعل في المشهد العراقي هو صراع ما بين القوات الأمنية وما بين المتظاهرين من هي هذه الأطراف؟ حقيقة نقسم قد ليسا أكون صريح لا لا أنا صريح جدا أنا صريح جدا أحب بس أوصف لك المشهد العراقي اللي غائب هنا في فرنسا في فرنسا نعم منذ اليوم الثاني يعني منذ الاثنين عشرة أصدر دولة رئيسي الوزراء القادة العام للقوات المستلحة الدكتور عادل عبد المهدي أوامر واضحة وصريحة بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين واستخدمه؟ ما استخدم من الجيش بعد الثاني عشرة ولا استخدم من قوات الداخلية تم سحب الجيش خارج المدن وحاليا الجيش هو مسؤول عن حماية البلاد وعن سيادة البلاد وعن حماية المنشآت الحيوية والمناطق الاستراتيجية في البلاد قوات الداخلية مسؤولة على مداخل المدن تم تشكيل قوات حفظ القانون من عدة وحدات موجودة قوات حفظ القانون لم تحمل السلاح نهائيا وانما تحمل الهراوات فقط اللي دا يحدث بالاخص بعد 15 عشرة ولحد الان طرف ثالث دا يقتلون بالمتظاهرين ويقتلون بالقوات الامنية يمكن ان تكون هذه الاطراف من قوات الحجد الشعبي اللي غير منضبطة؟ اطراف غير منضبطة نعم لكن ما اكد لك من اطراف الحجد الشعبي لان الحجد الشعبي هو جزء من منظومة الامنية العراقية ومن هو غير منضبط؟ انت مستعد لابعاده؟ احنا جادين في ابعاده صدرت اوامر قبض وجاد القوات الامنية وجاد القوات الداخلية بلقاء القبض عليهم وناس تحددوا الدولة وتحددوا المتظاهرين كلهم حقيقة اللي دا يقومون بي من افعال غير منضبطة يعني مثلا على سبيل المثال اوقفتم اشخاص؟ اوقفنا اشخاص كم عددهم كبير؟ تقريبا لحد الان اللي صدرت بهم اوامر قبض يعني اعتقد بالمئتين شخص مورطون في اعمال ضد المتظاهرين ضد المتظاهرين وضد القوات الامنية اه للطرفين طبعا يقتل بالمتظاهرين ويقتل بالقوات الامنية اذا هناك اختراق لا؟ طبعا امني اختراق امني كبير بشفافية اتكلم لك لكن اوامر الدولة الواضحة هي عدم حمل السلاح رغم قتل القوات الامنية التي هي بالخط الاول مع المتظاهرين لم تحمل القوات الامنية السلاح كل ما هناك اللي صار أنه استخدام القوات الأمنية اللي هي قوات حفظ القانون موجودة لقنابل المسيلة للدموع لقنابل الدخان ولكن أحب أن أقول لك أنه قواتنا الأمنية طيلة هاي الفترة الماضية هي قوات للقتال ما مستعدة أن نتواجه المتظاهرين ولكن الحصيلة ثقيلة في البداية أنه قواتنا الأمنية عندما تطلق قنابل الدخان تأتي بتصويب مباشر إلى رأس المتظاهر فتأدي إلى وفاته ولكن هناك حق التظاهر الآن ولكن هناك تطويق للمتظاهرين وحصرهم في ميدان التحرير لا لا حق التظاهر موجود الجسور الأخرى أغلقت والقوات الأمنية محافظة على حماية المتظاهرين ونحن جميعا ابتداء من دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي إلى آخر فرد في الحكومة العراقية نحن مع المتظاهرين وبكل إمكانياتنا لحماية المتظاهرين لأن يتم إخلاء ساحة التحرير بالقوة لا لا يتم إخلاء ساحة التحرير بالقوة إخلاء ساحة التحرير لقاء القبر على هؤلاء الذين يقومون بالزج وخراب المتظاهرين في بغداد في مناطق أخرى مثل ما تفضلت قبل قليل حضرتك ذكر بلا مثلا هناك مجامع دينية جديدة مجامع دينية جديدة ظهرت بأفكار جديدة ظهرت تحاول الإساءة إلى كل شيء في العراق يعني إساءة إلى الدين إساءة إلى المذهب إساءة إلى المجتمع إساءة إلى التظاهرات استغلت التظاهرات من قبل البعض ولكن القوات الأمنية لم تطرق النار على أي متظاهر إذا تلقى نجاح حسن علي الشمل تعليمات أو توجيهات من قاسم سليماني هل يملك القدرة ليقول لا لأن الحديث مطول عن الدور الإيراني وحتى الشعارات سمعناه بصراحة والله خلأ أكون صادق معك منذ يوم اللي وصلت إلى الوزارة الدفاع وقبلها إلى يومنا هذا لم أرى قاسم سليماني ولا علاقة لقاسم سليماني فينا ولا في يوم من الأيام تلقينا أوامر من قاسم سليماني أو من غير قاسم سليماني التابع إلى إيران سؤالي هل أنت قادر أن تقول لا لو وصلتك هذه التعليمات أو هذه التوجيهات نعم أقول لا أنا توجيهاتي فقط من القادة العام لقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزارات دكتور عدل عبد المهدي الدور الإيراني في العراق إيجابي؟ مشكلة العراق موقعها الجغرافي مشكلة العراق هو الصراع الأمريكي الإيراني فالحكومة العراقية ماسك العصر من الوسط حقيقة يعني الأمريكان أصدقائنا والإيرانيين جار أزلي فنحن لا نستطيع أن نكون مع الصديق ضد الجار ولا مع الجار ضد الصديق أنتم بين 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 الآن جيتنا إلى فرنسا متى ما استعدنا قواتنا الدفاعية بالدفاع عن العراق ويكون هناك لدينا جيش عراقي قوي مستمت قوت من التكنولوجيا الحديثة من الأسلحة الحديثة للدفاع عن سيادة وأمن العراق يرجع العراق إلى دوره الإيجابي في المنطقة قضايا الفساد في وزارة الدفاع هل فعلت شيئا فيها؟ لأن الحديث متوى؟ هناك تقارير توضح بأن هناك منهم ورط الفساد عملية شراء السلاح فيها كثير من قضايا فساد موجود قضايا فساد في وزارة الدفاع وتم حالتهم إلى المحاكم بدون استثناء أين هم؟ لماذا لا يتم الأعلان عن ذلك؟ والله إحنا حدناهم إلى المحاكم حقيقة المواطن العراق لا أعرف ذلك ضباط كبار بالرتب فنحن نتحاشى الإعلان عن أسماءهم ولكن هم وصلوا إلى المحاكم والتحقيق جاري أعددهم كبير؟ لا مو كبير يعني عندما نتحدث عن إهدار المال العام في العراق حصل إهدار المال العام في وزارة الدفاع؟ موجود عندنا إهدار المال العام في وزارة الدفاع وأحول إلى المحاكم والآن أصبحت حوكة مرشيدة في الوزارة؟ نعم ما فيه أي تجاوز؟ لن نجامل على مصلحة الوطن كل المجموعات المسلحة التي انضمت إلى وزارة الدفاع في حال خروجها عن الصف أنت على استعداد لتجريدها من السلاح؟ نعم أعطيت الأوامر في هذا الصدد؟ ما عدنا هذا الشيء موجود حالياً قلت هناك من هو غير منضبط؟ الغير منضبط متابع لوزارة الدفاع وزارة الدفاع أنا أعطيتك أنه وين تعمل ما هي واجباتها؟ ماذا يعملون الآن؟ يحمون المتظاهرين نعم مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة وحتى الحكومة العراقية جميعاً بما فيها دكتور عبد المهدي مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة لأنه تراكم سياسات تراكم الحروب التي صارت على العراق نهاية البنية التحتية في العراق هذا النتيجة وهي بنظرنا أنه هذه حالة حقيقة يعني إيجابية وليس سلبية لأنه صحة الحكومة صحة الدولة وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى أنه يكون في عون العراقيين جميعاً وأن يحفظ الدماء ويرحم جميع الشهداء نجاح حسن علي الشمري شكراً لك على صراحتك شكراً جزيلاً أستاذ توفيق الله يبارك بك شكراً لكم على المتابعة أبقوا معنا على فرنسفانتكات شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم